هذه 11 سنة و11 سنة يعني 2009-2010 كنت معاشي أصدقاء وبغينا نأسوا واحد لجمعية خيرية صافي جمعنا النصاب القانوني ودفعنا الطلب على الرخصة وواحد النهارجا نستدعاء من الولاية الطنجة صافي مشينا نتمى ويستقبلنا واحد مسؤول كبير في الولاية ومباشرة بلا ما يسولنا لا على المستوى الدراسي دينا ولا على الأنشيطة اللي عوالي نقدمه مباشرة نسولنا قلنا واشا عندكم شي حالقة مع جماعة العدو الإحسان انا في ذلك الوقت كنت سمع بجماعة العدو الإحسان ولكن مكنت كنت عارف عنها وعلو وما كنت كنت عارف أصلا بان الدولة عند عدوة معها ومع المؤسس دياله صافي سالين لقاء مع ذلك المسؤول مبعد ما اكدنا لابد ان الهدف ديالنا مية في المية خيري خرش من الولايات ولكن بقادك السؤال كدور لي فرصي شكي كن يجمع عدو الإحسان؟ شكي نوال مؤسس دياله؟ وعليش الدولة عند عدوة معه؟ وصحابي تبارك الله اليوم كلهم علماء حتى شي واحد فيهم ما يقول لك أنا ما عارف شيء العدل الإحسان كعبد القبرة صحبي عبد السلام ياسين عنده الزاوية دياله وتما يمشي وياكله ويشطحه وعنده شي طقوس ديال الشيعة العدلويين صحبي هذو محالي كلهم سلمين أصلا المهم كل واحد فيهم شنو كان يقول ولكن في المجمل اللي فهمتوا من عندهم هو أن الجماعة خرافية والمؤسس دياله مبتدئ صافي وليت غي كنسمع جماعات العدل الإحسان كانت مائز منها ومن الذي كانت تلقى واحد من الجماعة كانت نحاول أن نطول معها في الحضرها سلام سلام ضغية كانت نسالي معه وبدأ لدي هذا الموقف السلبي حتج الحجر الصحي وقررت أنني بدأ نقرأ للجماعات الإسلامية في مصر وفي الهند وفي الجزائر واحد نارك وتمعارصي حشوما أنني نقرأ للجماعات خارج المغرب وأنا عندي في بلادي جماعة كبيرة وما كان عرف عليها أول وبدأت نقرأ الكتب الشيخ عبد السلامي ياسين وأنا سمع المحاضرات وتواصلت مع بعض الأخوان من الجماعة لكي نفهم أكثر الفكر وكي يكون المعلومات التي عندي مجم المصدر مباشرة ليس غير شيء أحد يعود لي واكتشفت أن أغلب تهم التي تذهب ضد الشيخ والجماعة ليس صحيحة وأن هناك أطراف داخلية وخارجية التي تتعمل تنشر الأكاديب لكي تنفر الناس من الجماعة وفكرها وعلى حربة الدولة المغربية وماذا هي الحقيقة الإشاعات التي نسمعها للجماعة وماذا هي المبادئ والأهداف التي من أجلها أسس الشيخ الجامعة؟ إن سماحة شيخنا المرشدي عبد السلامي ياسين كان جبلا من جبار هذه الدعوة ومجددا من مجدد هذه الملة ومصرحا من الذين نفع الله بهم وليس من الذين خلقهم الله ليموتوا وينقطع بكرهم بل من الذين حركهم الله للبقاء أنقى الله عليه القبول في القلوب وحبقه إذن وتصدق وصدق فيه وعد الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وودة الاسم عبد السلام بن محمد بن سلام بن عبد الله بن ابراهيم تزاد عام 1928 في الضواحي المراكش الواحد الأسرة عارقة والتي يرجع الناسب للأدارسة طفولة دوزها في المدرسة العلامة المغربية المعروفة مختار السوسي سوف يحفظ القرآن ويتعلم اللغة العربية من بعد المرحلة الابتدائية انتقل عبد السلام ياسين للدراسة في معهد بن يوسف الذي كان تابع الجامعات القاروين سوف يقرر المشرفين على المعهد أنه اختصر ثلاث سنين في مرة واحدة أستاذ في الرباط وبحكم التنوع الثقافي الذي كان في الرباط سيتحمس أكثر طراب العلم والتكوين الذاتي عام 1961 سيحصل على ديبلوم في التخطيط الإداري بدرجة امتياز من بيروت وسيكون لديه دور في دعم المنظومة التعليمية في المغرب والجزائر من بعد الاستقلال وبحكم الكفاءة دياله لا يدوش بكث في التدريس وسيترقى المناصب قيادية في مؤسسة التكوين المعلمين والتفتيش التربائي وسيشرف بنفسه على دورات تدريبية في أمريكا وفرنسا والجزائر وتونس استمر في العطاء ديالو حتى توصل لسن الاربعين يقول في الكتاب ديالو الإحسان على أنه في هذه السنة جاءت واحد الحالة اللي اسمها هو باليقضى القلبية وقرر يدخل على المناصب ديالو ويبدأ مسيرة ديالو بحث على طريقة تقربوا من الله أكثر فقرر لتحق بالزاوية البوتشيشية وسيتووز فيها 6 سنة لكن كان عنده خلاف دائم مع شيخ الطريقة اللي هو الشيخ حمزة والسبب الخلاف دائم معهم هو أنه كان يأمن بأن المسلم خصوه يتفاعل مع الواقع السياسي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعتذل السياسة بالعكس كان يمارسها وكان يجاهد باش يغير الواقع قالوا عبو الله في اركاننا وفي الزاوية وفي وفير وحدانا يعني نزالوا عن الورطة التي كان فيها الصحابة الصحابة لم ينزاوه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وراء الناس المشركين بعيدين عن الله وأذوه وأمتنعوا أن ينسلموا له لو انزوا في زاوية وحداه لكن لا كان له يبلغ كلام ربي خرجه من زاوية استعمال هذا المصرح من زاوية الرقام إلى الناس عامة وكافة والسبب الخلاف دائم معهم كذلك هو البداع من تشرف الزاوية يقول بلا أنهم كانوا يصرروا للكامل في الذكر ولكن عندما يأتي الوقت كان عسوب لا يصليم المهم الخلاف مع البوتشيشيين ستزاد عام 1972 من اللي يألف الكتاب الإسلام بين الدعوة والدولة هذا الخلاف سيتعمق كثيرا و سيصل الانفصال التام عام 1974 بسبب الرسالة التي نوجهها الحسن ثاني والعنوانها الإسلام أو الطوفان هذه الرسالة كانت عملية انتحارية بمعنى الكلمة لأن الحسن ثاني كان يخرج من الجوج محاولات انقلابية و في العز سنوات الرصاص و خصوصا أنه طلب من الحسن ثاني في الرسالة أنه يحكم بالشريعة الإسلامية و يتوب لله و يرجع الحقوق للمغربة لكي يستحق البيعة و يستحق لقب أمير المؤمنين طبعا الحسن ثاني لا يستحمل المضمون للرسالة و يحكم عليه بعام في مستشفى الأمراض الصدرية و يزيد له ثلاث سنين في مستشفى الأمراض العقلية في مارس عام 1970 ستطلق صراحه و بمجرد ما يخرج يكتب رسائل العلماء و الدعاة في المغرب بمختلف التوجهات يطالبهم لأنهم يتحدوا و يقولوا كلمة الحق و يضغطوا على النظام لكي يطبق شريعة الإسلامية و يحكم بالعادل و يرجع الحقوق المغربة لكن استجبوا له واحد القلة القليلة و قرر يأسس معهم جمعية الجماعة لكن سلطات لا تصوم شرخصة فقرروا يبدلوا الاسمية و يسميها الجماعة الخيرية و مع ذلك الدولار فضل ترخص لهم و استمر الشيخ عبسلام ياسين في الدعوة للعلماء و الشباب ستحكم عليه الحسن الثاني عام 1982 بالحبس لمدة عاماين من بعد عاماين يعني عام 1985 سيخرج من الحبس و سيتحكم عليه المحكمة بالإقامة الجبرية و رغم الإقامة الجبرية إلا أن الشيخ عبسلام ياسين كان يتمكن أنه يتواصل مع الأنصار و اتفاق معهم أنه يأسوا جماعة العدل و الإحسان الشهرة الشيخ عبسلام ياسين كانت كبيرة بزاف من بعد سنوات ستصبح جماعة العدل و الإحسانية أكبر جماعة إسلامية في المغرب وهي الثانية في الوطن العربي من بعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر الهدف الشيخ عبسلام ياسين و جماعة له هو إقامة الخلافة على ميناج النبوة و يرونوا بأن أفضل طريقة لكي يحققوا هذا الهدف هو أنهم يوجدوا واحد الجيل المربي على الأخلاق الإسلامية الشيخ عبسلام ياسين حدد جهة للأسوس الكبرى اللي مشى عليهم الجامعة إلى يومنا هذا واللي هي النواضن الثلاث واللاءات الثلاث النواضن الثلاث هي المحبة في الله النصيحة والشورى و طاعة الله والرسول واللاءات الثلاث هي لا للعنف لا للسرية ولا للتمويل الخارجي والتعامل مع الخارج باختصار الشيخ عبسلام ياسين و الجماعة له هم ضد المغاجهة المسلحة مع النظام و ضد المشاركة في اللعبة السياسية بالقواعد الحالية و يقولوا أنه لا يشاركوا في الانتخابات حتى تكون ضمانات حقيقية اللي كانت تحلي الفائز في الانتخابات أنه يحكم فعليا باش يكون مجرد كومبرس في المسرحية السياسية لابندزوا الإشاعات والتهم اللي كتروج ضد الشيخ عبسلام ياسين و جماعات العدو الإحسان من أبرز تهم الإشاعات التي تروج ضد الشيخ عبسلام ياسين هي أنه صوفي، قبوري، مبتدع، خرافي إلى آخرية و تشبينتوا في البداية الحلقة و قلت بأنه انفصل انفصالا تاما على زاوية البوتشيشية و كان عنده خلاف جوهري معهم بقاتل المسألة الثانية الرؤى والأحلام لأنه يرجع للجماعة لأنهم يبالغوا في الرؤى والأحلام وبالفعل الشيخ عبسلام ياسين اعترف مقابلة صحفية على أن الجماعة غلطت في التعاطي مع الرؤى والأحلام خاصة الرؤية ديال 2006 لكن الجماعة تقول على أنه لا يجوز الاستهزاء بالرؤى لأنها ثابتة بالنصوص الأحاديث الصحيحة و تعتبر الرؤى للإستئنات فقط و لا ترتب عليها حكم شرعي من خلال التتبع للناس الذين يرجعوا الأكاديب ضد جماعة العدو الإحسان لقيت بأنهم يقسمون الجوجة للأصناف الصيف الأول هو المخزن و معه بعض الطيارات اليسارية والليبرالية والعلمانية التي تحارب الإسلام و الهدف هو أنها تنفر الناس من الجماعة لكي لا تقوى أكثر و الصيف الثاني هو للأسف من الطيار الإسلامي نفسه و هذا الصيف هو الذي يعتبر حسن البناء و سيد قطب و جماعة الإخوة المسلمين ضالين و مضلين و يعتبر أنفسهم هما الفرقة الناجية و هذا الموقف للأسف يزيد يعمق الشرخ في الصف الإسلامي و لا يخدم الإسلام أبدا في الختام أريد أن أقول أن الشيخ عبسلام ياسين هو أنني عاينت بنفسي الكمية الأكاديب والإشاعات التي كانت تروج ضده والتي أنا مع الأسف كنت مصدقها و أنني بمجرد أن أقرأ المؤلفة للشيخ و نسمع المحاضرة تبيلي على أنني أمام واحدة شخصية عظيمة والتي يجب كل مغربي يفتخر بها و يستفيد من الفكر طبعا الشيخ عبسلام ياسين كيبقى إنسان يصيب و يخطيع فإذا أصاب فله أجران و إذا أخطأ فله أجران واحد وهو في كل الحالتين رابح إن شاء الله يكفي أنه هو الوحيد الذي ينطق بكلمة الحق في وحد الوقت اللي كان كل شي ساكت اللي مربحين شوما يحاولوا يضربوا الإسلام عن طريق تشويه ديال الرموز الإسلامية دعا نخليكم مع الفيديو ديال الجنازة المليونية ديال الشيخ عبسلام ياسين و شوفوا كيف جزت في الواقع و كيف تتكلم عليها الإعلام الرسمي و كذلك بعض الشهادات ديال المنصفين في حق الشيخ عبسلام ياسين نخليكم مع الفيديو حتى نطلقوا في حلقة اللي مجاة إن شاء الله السلام عليكم توفي صباح اليوم عبسلام ياسين زعيم جماعة العدل و الإحسان الغير مرخص لها عن سن يناهز 87 سنة و ذلك حسب ما أعلنته الجماعة على موقعها الإلكتروني لكن الله تعالى أتى بهذه الصحوة بعد مجهودات رجال كان منهم الشيخ الإمام عبدالسلام ياسين الذي كان حلقة في سلسلة من المجددين العاملين إذ لم يكتفوا بتسطير أفكارهم و كتابة آرائهم في كتب تتناولها أيدي و أفكار و عقول ثم لا يكون لها في واقع الناس عمل ملموس إنما تعدوا ذلك إلى العمل و الاجتهاد و البذل و تكوين مدرسة تابعة نرى آثارها اليوم في المغرب بفضل الله تعالى الشيخ عبدالسلام ياسين من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء رأينا من الشيخ صموده و ثباته ابتلي فصبر سجن و حوصر فصبر إنه من الرجال القائم الذين جهروا بالحق و صدعوا في وجه الباطل و لم يتنازلوا قيد أنملة عن مبادئهم مع تلك الابتسامة العريضة التي عرف بها اقتداء بالحمي مصف صلى الله عليه وآله وبعد فقد تلقيت صبيحة يوم الخبيث من بعض أفراض جماعة العدل و الإحسان جزاهم الله خيرا تلقيت ببالغ الحزد والأسى الممزوج بالرضى بقضاء الله تعالى سبحانه عز وجل نبأ وفاة مرشد العام لجماعة العدل وإحسان الشيخ الأستاذ عبدالسلام ياسين رحمة الله عليه و رفع الله قدره في أعلى المنازل بجوار النبيين و الصدقين وإنا لله وإنا إليه رجعون الإمام المجاهد والشيخ المقاوم عبدالسلام ياسين عليه رحمة الله سبحانه وتعالى أعتبر نفسي من تلميذ هذا الإمام الجليل من تلميذه الذين تلقوا عنه علما كثيرا وغزيرا ولكن عن بعد قرأت كتبه وتفاعلت مع أسلوبه الأدبي الرائقي الغزير واستلهمت من مناهج معالجته للقضايا ونظرته للأمور كما أعزي الأمة الإسلامية جمعاء قاطبة في هذا الفقيد الجليل وأعزي بصفة خاصة أبناء وبنات الحركة الإسلامية وأبناء وبنات الصحوة الإسلامية في مشارخ الأرض ومغاربها وأعزي الأمة العربية وأعزي الشعب المغربي الشقيق يقول الشافعي وكما يقول سعيد المسيب ننظر إلى كفرة حسناته وإلى كفرة أعماله وننظر أيضا إلى صدقه وإلى إخلاصه وإلى نياته وإلى مواقفه ونكبر فيه مواقفه العظيمة والجمة ووقوفه أمام الطواغيت وأمام المخزن فهذا يشرفنا أن نحضر جنازته